يعتبر توجيه الأسئلة من قبل النواب إلى الحكومة أحد آليات العلاقة ما بين الحكومة والمجلس حيث يوجه النواب الأسئلة إلى الحكومة حول قضايا يرغبون بالحصول على أجوبة وافية بشأنها نواب قالوا إن هناك جدل واضح حول هذا الموضوع وإن تأخر الحكومة بالرد على أسئلة النواب أحياناً قد يكون بسبب كثرة الأسئلة الموجهة أو بسبب حاجة السؤال نفسه للنقاش الطويل ما بين النواب ووقت أطول للرد عليه من قبل الحكومة حسب طبيعة السؤال في تأخير بعض الأسئلة بس لأنه بعض الأسئلة بحاجة لشغل يعني حقيقة ممكن بعض الأسئلة تحتاج وقت أطول من الوقت المطلوب ممكن تكون بحاجة لوثائق بحاجة لمعلومات معينة هذا الأمر بيجب مراعاته مش دائماً بنا نكون نتهم الطرف الآخر أنه والله بيقصر أو بماطل يعني لأنه في بعض الأحيان السؤال بيأخذ أكثر من جانب بيأخذ أكثر من قطاع بيأخذ أكثر من وزارة قد يكون هذا الحكي بده شغل عليه من قبل الحكومة الكريم يعني إحنا موضوع الأسئلة والأجوبة أصلاً هو بشكل عام غير فعال للأمان إحنا السؤال بالنهاية بيجي على الجواب يعني بس هو المشكلة أنه الجواب بيكون بأغلب الأحيان غير مكتمل ومشان أنت تناقش الجواب بدك جلسة رقبية والجلسات الرقبية أنه شبه معدومة طبعاً رئيسي الجديد إن شاء الله يعني زي ما وعدنا أنه يزيد من الجلسات الرقبية لأنه الفترات السابقة كانت عندنا مشاريخ أونين كثير فما لحقنا يعني نسوي نعقد جلسات رقبية خلنا أقول لك هو مش موضوع إهمال هو فيه الكتاب إحنا بنوديه على رئاسة المجلس هم بودوا بخاطب الحكومة الحكومة بوده للوزير المختص أيام بتكون الدورة مفضوضة مثلاً كان الدورة مفضلت الآن الآن فيه بعد الدورة العادية رح يتم إن شاء الله العرض عليها إن شاء الله يعني بداية دورنا التشريعي الرقابي في مجلس النواب دائماً إحنا من نبعث أسئلة للحكومة من خلال رئاسة المجلس ومكتب الدائم فهناك بيكون فيه تأخير بالأسئلة أيام يعني بنتهي المجلس والجواب يعني ما أرسل للمجلس النواب فإحنا فيه حلنا نقول تعديل النظام الداخلي باعتقاد أنه رح يكون هناك في مدة زمنية لأنه استناد المادة في المخاطبة والرد أسبوعين فقط 14 يوم والله هو لازم إحنا نتابع الأسئلة بموضوع الاستجواب والاستجوابات قليلة بس هم لأنه بتطول مثلاً قدمت سؤال قبل سنتين ثلاثة لشيء معين جاوبوني بعد سنة يعني بطول الأسئلة بس أتوقع في الدورة هاي إن شاء الله يكون الأسئلة أقصر معنها يعني بتجيبش نتيجة في الفترة الماضية إن شاء الله نتمنى أن يكون في حال جديد وشيء جديد فدائماً عندما نقدم سؤال مثلاً على وزير كذا الوزير بيجيب إثباتات أنه هو بريء بنطلع إحنا المدنين وهذه الدنيا ستة أول شيء حقيقةً هناك في جدل بين النواب وبين الحكومة حول موضوع تأجيل أو تجاهل أحياناً بعض الأسئلة وإحنا إن شاء الله رح بالفترة القادمة يكون في تركيز شديد مع الحكومة على هذا الموضوع لأنه يهمنا بالحصول على الإجابة السريعة ضمن التعليمات وضمن القانون يعني إحنا لن نطالب خارج القانون وأتوقع أن الحكومة في هذه المرة ستكون متعاونة جداً بهذا المجال لأنه وجه إلها أكثر من استفسار بهذا الموضوع أنا بالآخر أنا موجه حوالي 120 سؤال 97% إجابات وصلتني إجابات وصلتني نسبة 97% نسبة إيجابية والأصل الدور علينا أن نناقش في هذه الدورة يجب أن يعطى الرقابة أساسية يعني جلستين تشعيات الجلسة رقابية حتى نشرح حتى الزملاء اللي مش موجهين أسئلة النشطهم يوجهوا أسئلة بداية الأسئلة تتوجه للحكومة يعني أنا وجهت تقريباً 50 سؤال تم الإجابة على 43 سؤال منهم في عندي 7 أسئلة لم أحصل على جواب لغاية الآن أحياناً يتم التأخير من الأمان العامي وأحياناً يتم الإهمال من قبل الحكومة ممكن لعدم أهمية السؤال أو لأنه السؤال مكرر فما بني قدر نقول أن هناك إهمال متعمد من جهة معينة لكن هناك بعض الأسئلة تكرر من قبل النواب فبالتالي لا يتم الإجابة عليهم تحتاج الأسئلة التي توجه إلى الحكومة إلى جلسات رقابية كانت غائبة بشكل جزئي الدورة الماضية بسبب كثرة القوانين التي تم إقرارها وتشريعها وآمال من قبل النواب أن توفر لهم الدورة الحالية هذه الجلسات وذلك لأهمية العلاقة ما بين النواب والحكومة وحاجة الأسئلة المطروحة للرد الوافي عليها وبالمدة الزمنية التي حددها الدستور ترجمة نانسي قنقر